تسألني على رأيي الشخصي كأساس راح يكون أو كون منتخب للعراق قادر على اللعب لمدة 15 سنة جرى باختيار اللاعبين نوعيات اللاعبين جاي يبحث عنهم كلهم نوعيات ممتازة شوفوا أي لعب داي لعب طبعا هو عده قناعة تامة بيه ما يجي بأي لعب داي مو مقتنع بيه ومشاهده عدة مرات ويطي فرص يبحث عن أشياء يعني نعم هو مقتنع الرجل وده يزج فيه أكثر من مباراة ومهمة لكن حقيقة المنتقدين أكثر يعني لمشاركة بشار أو للأدوار المناطة في المباراة والأدوار اللي يقوم به مو احنا نشوف في أستاذ حسن مدرب إذا يبقى على أراء الناس لا راح يقدر يدرب ولا راح يقدر يسعب لعبين فهو ممخل بهذه بنظر الاعتبار بينه وآراء الناس رأي فيني هذا أنا مقتنع بلاعب خلاص أطي أدوار معينة وبعدين أطي فرص طبق لي هالأشياء اللي يريدها من أعده أوكي ما أعده مشكلة ما طبق لي بالمستقبل هو المدرب يحدد بقاء اللاعب من عدمه مستر هو أخيرا سلم في المؤتمر الصحفي قال أكو لاعبين مدى يأدون الواجبات المناطة بهم وبالتالي قد يفكر في إبعاده أنا قلت لك هو يبحث عن اللاعبين قناع عنده سحب اللاعبين تبقى هنا دوار اللاعبين أنت أنا لاعب دوري من أنسحب للمتخبين يجب أن أقدم كل ما أمتلك حتى أقنع المدرب بأنه وجهة نظرة باستدعاء المنتخبية صحيحة أنا دور اللاعب أن يقدم مجهودات ومستوى يليق به هو كلاعب منتخب حتى يقدر يستمر مع المنتخب بس تقوله بالمجمل على مستوى اللاعب اللاعب النخامات اليوم شوف منتخبات بدأت منتخبات الباقي على مستوى آسيا بدأت تتحلل المنتخب العراقي أفضل منتخب متطور على مستوى القارة لا سوى المنتخب العراقي بالفترة الحالية راح يكون يعني ندقوا لكل المنتخب يحللون للمنتخبEN improved مستوى كاساس ومستوى كاساس لا مستوى المتخب العراقي بالفترات القادمة نوعيات اللاعبين على المستوى الفردي عندنا نوع لعبيين الوهرين على مستوى عالي جداً نتكلم على نقطة مهمة وجوهرية ينقص المنتخب العراقي في مايط الحارس تكلم عليه هو بناء اللعب عندنا ضعف في بناء اللعب من الخلف ما عدنا قدرة على بناء لها جاي من ضعف الدولة العراقي ما عدنا بناء بالدولة العراقي على مستوى الأندية والمباريات ما عدنا بناء كل اللعب طويل تحت الضغط عدنا لاعبنا ضعيف يعني ما يصرف بالكرة من ينضغط ولهذا عدنا ضعف هاجة تنعكس سلبا على أداء المنتخب الوطني مو ذنب كأساس ذنب مستوى اللاعبي